مشاهدين حب الوطن فرض وعبادة ولاء وانتماء وخير دليل على العرفان بالجميلة فالوطن الذي طالما مدنا بأمان ومنحنا الأمن والاستقرار وخير المعيشة يجب علينا أن نساهم في إعلاء لواء اسمه عالياً والمحافظة على سلامة أراضيه واستقراره وعلو شأنه فكل أمة متماسكة تعلم أهمية كل شرائح وفئات شعبها ودورهم بالنسبة للوطن والأطفال هم أحد أهم أركان أي أمة لذلك يتم أن تنشئتهم منذ الصغر على محبة وطنهم وزرع القيم الوطنية على قلوبهم حتى يشب عليها ليكونوا خير الجنود المدافعين عنه عندما يكبرون ولذلك أيضاً يتم مشاركتهم في الأعياد الوطنية لينهلوا منها الكثير من القيم سنناقش هذا المحور المهم مع ضيفتي في الاستوديو الأستاذة مريم جابر الشامسي مدير إدارة الطفولة المبكرة حياتش الله أستاذة مريم نورتين اليوم في برنامج أماسي وبهذه الأجواء الاحتفالية في الثاني من ديسمبر لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة قبل البدء بهذا المحور الجميع الذي يتناول الطفل والذي يعتبرون اللبنة الأساس لبناء أي مجتمع نتحدث اليوم عن كلمة توجه استاذة مريم في هذا اليوم الوطني في هذا اليوم الذي يقول كلامنا مهما قلنا في حقه لأنه فيها حقه بالتأكيد لأن هذا الوطن أعطانا الكثير حتى وصلنا إلى التمييز والريادة التي يشار إليها بالبنان على مستوى الدولة نعم هذا اليوم هو يوم فخر يوم فخر بما أنجزه أجدادنا وقيادتنا الرشيدة ونحن على نهجهم سائرون ونحن لهذا الاتحاد محبون ونحن نذود عنه كل لا قدر الله شر نحن نقف أمام هذه الأمور بالعكس في هذا اليوم يتجدد الحب والولاء وشغف حب الوطن فأناس بلا وجود وطن إذن ليست هناك لا معاني للأمن أو الأمان أو النماء أو الرخاء هذه كلها تنتهي وتقف ولكن نحن نفتخر بغيادتنا الرشيدة ونفتخر في هذا اليوم ونجدد العهد ونجدد الولاء اللهم أمن دائما إن شاء الله أستاذ مريم اليوم محورنا جميل جدا نتحدث اليوم عن غرس المواطنة غرس حب الوطن في أطفالنا الجميلين اللي هم عيال زايد إن شاء الله اللي بيقودون هذه الدفة إن شاء الله دفة الاتحاد في الخمسين القادمة نتحدث في البداية يعني الطفل نفسه يعتبر هو الأساس هو اللبنة أساس هذا الموضوع أهمية غرس الطفل على حب الوطن حب المفاهيم معرفة القيادة الرشيدة معرفة الجهود أيضا الجبار التي قامت فيها على مدى 51 عاما نعم نستطيع أن نغرس حب الوطن في الطفل من نعومة أطفاله طبعا الطفولة المبكرة تبتدأ من صفر من ولادة الطفل وحتى سن ثمانية سنوات في هذا الوقت بالذات يكون الطفل كصفحة البيضاء ينقش المجتمع فيه ويؤسس وينقش ولي الأمر فيه ويؤسس وتنقش الحضانة أو المدرسة فيه وأقرانه كذلك وكل ما يستطلعه وكل ما يستكشفه هذا كله في النهاية عبارة عن مجموع من الروافد التي تصب في النهاية عند الطفل يستلهم منها المعرفة يستلهم منها المعلومات يستلهم منها طرق كثيرة تؤثر خاصة هذه السنوات الأولى الخمس أو الثمانية تؤثر كثيرا في تشكيل شخصية الطفل نفسه في تشكيل القيم عنده في تأصيل حب الوطن عنده في هذه المرحلة طبعا إذا أنا أتكلم من منظور مجلس الشارقة للتعليم وخاصة إدارة الطفولة المبكرة لدينا طبعا الكثير من الفعاليات التي تقام في الحضانات والتي توجه للأطفال سواء كان احتفاءنا بالأيام الوطنية واحتفاءنا بالمناسبات الوطنية أو بعادتنا وتقاليدنا الزي الإماراتي السنع كل هذه الأمور تقدم في الحضانات نحن طبعا في بداية العام نعمل على تعميم جدول بجميع الفعاليات أو سواء كانت أجندة وطنية أو فعاليات خارجية أو داخلية وتعمم على الحضانات ونترك الأمر لكل حضانة حتى تبتكر في الفعاليات التي تقدمها للطفل طبعا الطفل له دور كبير جدا في هذه الفعاليات فهو الذي يستكشف وهو الذي يقارن ببساطة وهو الذي يستطيع أن يحل مشكلة أو تحدي بأسلوب بسيط جدا وهو الذي يتوصل إلى المعلومة من خلال الورش من خلال الحوار من خلال النقاش الطفل يعني خاصة في هذه المرحلة يعني يحب أن يتكلم يحب أن يتحدث ومكتشف صغير استاذة شيء طبيعي يعني وقد يكتشف شيء يعني ويخبر المعلمة وكانه سرعظيم هنا طبعا الحاضنة له في الحضانة سواء كانت معلمة أو كانت مشرفة هم حريصين جدا على هذا الطفل فالطفل في الحضانة يتعرف على شيوخه الكرام يتعرف على تاريخ نشأة الدولة الكريمة دولة الإمارات العربية المتحدة يتعرف على الكثير يتعرف على الكثير ومنها يتعرف أيضا على جزء من النشيد الوطني الإماراتي يتعرف على بقية شيوخ يتعرف على هذا كله هذا كله يصب في مجال وطنية الطفل حتى نستطيع أن ننشأ شخص صالح مستقبلا لا بد أن ننظر إلى طفولته لا بد أن تكون هذه الطفولة يعني تغرس في هذه المرحلة كل معاني الغرس الجميل ولكن برطس برحمة بشفقة على هذا الطفل لأن الطفل لا يستطيع أن يرد عن نفسه شرا ولا يستطيع أن يستجلب لنفسه خيرا لذلك نحن حريصين في هذه المرحلة ليس نحن فقط ولكن جميع الدراسات تشير إلى أن الطفل في هذه المرحلة عجينة سهلة التشكيل وأيضا العكس صحيح العكس صحيح تماما لذلك نحن نحرص على أن يكون الطفل ينشأ في بيئة آمنة مستقرة يشعر فيها بالأمان بالأطمئنان يتحدث عن ما يختلج في نفسه في صدره ويتكلم ويتناقش ويتحاور من خلال اللعب من خلال المشاركات من خلال أن يؤدي هو أيضا دورا في مسرحية أو أن يلقي كلمة أو أن ينشد انشوده في الحضانة جميلة أستاذ مريم وجهتي إلى هناك فعاليات جميلة وتتركوها تقريبا لكل حضانة على حدة يمكن هذا الطفل يعتبر يجب أن يحصل شيء يجذبه تقريبا أو يشد انتباهها أهم الفعاليات التي تحبون دائما تغرسون فيها هذه السما أو هذه المواطنة نقول عنها والسمات الوطنية في هذا الطفل يمكن هذا الطفل يعتبر شوي صعب نوعا ما يعني في تلقي بعض المعلومات تكون أكبر من السنة لكن نحاول قدر المستطاع أن نقدموا لها تقريبا كل مرحلة بالمعلومات التي تأراها منفيدة أيضا أكيد يعني الطفل مثلا يتعرف في المنهاج من خلال المنهاج والدروس والوحدات يتعرف على الأب على الأم على الجد على الجدة على الأخت على الأخ يعني نحن لا نقدم المادة التدريسية بأسلوب تدريسي نظامي ولكن بأسلوب شيق للطفل لأنه كما نتفق وتتفق الدراسات بأن الطفل من السهل أن يتشتت لذلك لا بد أن نطرح له تحدي نطرح له مشكلة نطرح له حوار ويعني نترك المجال للطفل حتى يكمل هذا الحوار هناك العديد من الفعاليات التي سأعرج عليها هناك فعاليات خاصة أيضا بالأجندة الوطنية نحرص على تقديمها لأطفل في الحضانة مثل الذي نتحدث عن شهر القراءة شهر القراءة يكون يعج يعني خلال شهر مارس برمته يعج بالقصص هناك الكثير من أولياء الأمور يرسلون بعض القصص كهدايا مع الأطفال لمكتبة الحضانة هناك البعض من يأتي ويقرأ القصة أهمية القراءة لدى الأطفال هناك العديد من الورش التي تقام سواء للكادر وظيفي أو لأولياء الأمور أولياء أمور الأطفال وللمجتمع المحلي حتى يتم تثقيف وتوعية المجتمع في مثل هذه الأمور أيضا لدينا من الفعاليات التي نقيمها في الحضانة لدينا يوم الطفل الإماراتي يوم الطفل العالمي أيضا لدينا الاحتفال في منتصف ليلة شعبان نصف من شعبان لدينا دخول رمضان الكريم الأعياد يعني هذه كلها مناسبات لها مكانة عزيزة في أنفسنا لذلك نحرص على أن يتعرف عليها الطفل منذ نعمة أطفاله فيعرف أن هذا ماما وهذا بابا وهذا هو زي الإماراتي هذا كذا ونحن طبعا كيف نطبق الورش من خلال أن يوصل الطفل أو أن نقول له أين ماما فيضع مثلا أصورة كذا ويشير إليها أو أن يرسم خاصة إذا كان في سن أكبر يعني من ثلاث إلى أربع سنوات العديد من هذه الفعاليات تلعب دور كبير يعني ليس المغزى أن نقوم بفعالية وننتهي بها منها حتى نقول أنجزنا أو حققنا كيت من المؤشرات ولكن الهدف هو أن نصل إلى يعني المواطن الصالح الذي يجب أن يكون عليه في المستقبل اليوم هو طفل وهي طفلة وغدا هو مؤثر أو مربي أو قائد أو معلم فحتى يستطيع أن يعلم الأجيال القادمة ما تعلمه لا بد أن يتشرب الوطنية بكل معانيها في أفضل بيئة بهذه الطريقة نستطيع أن نقول أن الطفل نعم تعرف على وطنيته وأنا بعد أقول يعني الإيد الوحدة ما تصفق مثل ما نقول لو لا تكاتف المجتمع يعني من هذا المنظور أود الإشارة كذلك إلى دور ولي الأمر مهم جدا يعني يمكن نتحدث اليوم عن علاقة متكاتفة أيضا مع ولي الأمر في غرس هذه المحبة اليوم يعني مثل ما ذكرت إيد وحدة ما تصفق لازم يكون وجود الأب وجود الأم في تنشئتهم على محبة الوطن وهنا تعودنا على عيال زايد داما وافين بهذه الدولة وبحبها ووطنيتها كيف رأيتم هذا الأمر أيضا مع أطفال الحضانة وكيف كان أولياء الأمور متكاتفين ذكرت أن في بعض الفعاليات كان تواجدهم معكم نتحدث عن الأيام الوطنية كيف كان غرسهم لهذا الأمر نعم هناك بعض الفعاليات التي تقام مثل الآن مثلا الاحتفال اليوم الوطني هناك دعوات تقدم لأولياء الأمور فيأتون ويشاركون وطبعا ونسوي مثلا مسابقة كلهم على مستوى حضانته يعني ممكن بعض الحضانات تسوي مسابقة أجمل زي بالنسبة للأطفال فتشوف وليت الأمر يعني اهتمت بهذا الأمر وزينت الطفل أو زينت الطفلة ولفسوا يعني الزي التراثي إلى آخر من هذه الأمور فمشاركاتهم معنا بشكل قوي حتى في غير المناسبات الوطنية حتى أحيانا تكون لدينا ورش أو شيء بعض أولياء الأمور يحبون أنهم يشاركون نحن عدنا على مستوى كل حضانة يوجد لدينا مجلس أولياء أمور ولدينا على مستوى الحضانات مجلس مديرات الحضانات هناك العديد من البرامج التي تقام في الحضانة ونشرك فيها ولي الأمر مثلا أضرب على سبيل المثال هناك أحد الموظفات من الكادر وهي موظفة وأيضا أم لديها طفلة كانت في الحضانة وتخرجت من الحضانة اقترحت أن تقوم ببرنامج ترفيه للأطفال باسم الجدة باسم يده فكانت يعني تلبس زي الإماراتي وتطرح بعض الأسئلة فكان هذا تغيير الأطفال كل هذه الأمور خاصة إحنا لو نرجع لماضينا بنذكر أننا تعلمنا الوطنية من أبائنا من أمهاتنا من جداتنا من عاداتنا من تقاليدنا من أمور كثيرة جدا يعني اقتبسناها من المجتمع الجميع يتحدث الأقران يتحدثون المدرسة تحتفل الشوارع مزينة الأب يتحدث وإذا هناك فعالية ولا أمر يأخذ أبناء وجود الوالدين مع الطفل الطفل أو الطالب هذا التعزيز وتأصيل لمعاني الوطنية في نفس الطفل نفسه يعني في نفس الطفل تغرس بشكل جميل جدا عندما يتحدث المعلم عن الوطنية تتحدث الأم يتحدث الأب عن الوطنية يتحدث الطفل عن الوطنية يتحدث أقرانه عن الوطنية العديد من الفعاليات أنا أدعو لي الأمور أن يشاركوا فيها أبنائهم لأن هذا هو وقت الغرس هنا نستطيع يعني قد نتعب الآن نتعب الآن حتى نغرس ولكن غدا سنأخذ النتائج نعم سنأخذ النتائج ستكون هناك مواطنة صالحة ستكون هناك مربين مؤثرين قادة يعملون لصالح الوطن إن شاء الله أستاذ مريم نتحدث اليوم عن شعور الطفل أيضا بالأمان نحن نتحدث أيضا عن حقوق الواجبات التي وفرتها عفوا دولة الإمارات مثلا قانون وديمة يمكن هذا القانون تم تطبيقه أيضا مع كل مدارس الدولة بدأت في يوم الطفل العالمي أو يوم الطفل الإماراتي كان هناك تفاني كثير من كل الجهات الحكومية وكذلك المدارس بتعريف الطفل بحقوقه معرفته أنه حقه مصون بكل الجهات دولة الإمارات وفرت لكل اللي يحتاجه نتحدث عن هذا الأمر أيضا ومعرفة أيضا هذا الطفل في الحضانة في هذه الأمور نعم إحنا من باب حقوق الطفل أرفدنا منهاج مبسط حول حقوق الطفل وأدخلنا هذا المنهاج في الجدول اليومي للحضانة وطالبنا الحضانة بأن تعرف الطفل ممكن أخي يستفسر أو أخي تستفسر تقول يعني مريم ترى الطفل صغير يعني وين ممكن يستوعب حقوقه لا لا بشكل مبسط جدا بشكل بصري أكثر نعم بصري ومبسط أنا من حقي أن أتعلم من حقي أن أتحدث من حقي أن أتشارك من حقي أن أعبر عن رأيي كلها حقوق لابد أن لابد أن نقدمها للطفل بشكل تام لابد أن يتعرف عليها هذه من أبسط حقوق الطفل وهذه الحقوق عندما يكبر هي حقها هو كمواطن صالح من حق هذه الأمور لذلك معرفة الطفل بهذا الأمر مشاركة أولياء الأمور معنا مثلا عندما سي مسابقة حول مثلا حقوق الطفل إلى آخر أو تسجيل فيديو مثلا عن حقوق الطفل يتسابق أولياء الأمور لطبعا عمل منتاج بسيط المشاركة نعم ويكرم الفائز والأطفال يعني بهذه الطرق المحببة للأطفال يستطيع الطفل أن يتعرف على حقوقه فعندما يأتي خاصة في هذا السن السن الصغير جدا المبكر جدا كلما يعني منحنا الطفل أريحية أمان في المكان يستطيع أن يتحاور يستطيع أن يتناقش يستطيع أن يتكلم وأن أبدأ أنا أعرف يعني أنا أم يعني فأنا أدري بعض الأطفال ممكن يبدون بعض العناد قد يكون هذا وقد تصادف المعلمة هذا ولكن علاج هذا الأمر لا يكون أبدا بتوجيه مباشر أو بنهر أو كذا الجلوس مع الطفل إذا الطفل مثلا جلت تنزل لمستوات وحدثه بطريقة بصوت هادي حتى الطفل يشعر أيضا بالأمان ويستطيع أن يبوح بما في صدره وفيما داخل نعم أستاذ مريم يعني على هذا الكم الكبير من هذه الفعاليات والجهود كيف تلمستم الأمر مع الطفل الإماراتي نفسه وقبوله لمثل هذه الأمور اليوم نتحدث عن الهوية الوطنية لاحظنا يعني انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي يعني تآلف جدا جميل مع الأطفال نفسهم معرفة كذلك لقادتنا يمكن الأغلب تقريبا من عمره ثلاث سنوات أو حتى أكبر ما شاء الله تبارك الرحمن يعرفون الشيوخنا يعرفون بعض العادات البسيطة اللي مثل ما قدرتي يعني ناخذهم على حسب سنهم حتى يصلون إلى المراحل الأولى تقريبا في الحلقات الأولى أو الثانية تقريبا يعني مثل هذه الفعاليات ومثل هذه الأنشطة نشوف الطفل أساسا يعني الطفل أساسا لأن هذه الأمور نحن نعلم إياها في الحضانة موجودة في بيئته نعم فالأب يتحدث مثلا عن المواطنة أو الأم تتحدث يرى الجدة يرى الجد يرى اللبس هذا يرى صور مثلا الصقور وممكن إحنا تكون عندنا فعالية ونتعاون في عندنا بعد شراكات مجتمعية ما بين الحضانة وما بين الجهات المحلية الأخرى ممكن يأتي للشخص ويسوي له مثلا مجسم للعريش مجسم بسيط يكون مثلا في الاستقبال فالطفل هنا يتعرف على المكان الذي كان يعيش فيه الأجداد ممكن يبون بعض الأشياء مثلا مثل الصقر ولكن يوضع فيه مكان شوي عالي عن الأطفال يعني وفيطلع عليه فيعرف أن هذه من العادات ومن التراث الذي يحرص عليه الناس حتى الآن يتعرف على أمور كثيرة وقد تأتي يعني معلمة وتلبس زي الجدة مثل ما ذكرت وتحاور الأطفال ويأتون الأطفال ويقدمون الأناشيد ويقدمون الأبيات الشعرية البسيطة ويحفظون أيضا يعني حتى إحنا بالنسبة لنا تينا ضيوف من الخارج أو شيء مثلا تينا زيارات في الحضانات فمين اللي يستقبل الزائرين الأطفال نفسهم يعني فيه ماشاء الله مجموعة من الأناقلت فيه أطفال صح ممكن يستحون لكن فيه أطفال مع المعلمة غير أمام الزوار يعني يمكن ينحرجون فيه أطفال لا يتفوقون يعني ممكن فيه جرأة نعم فيه جرأة ممكن طفلة تقف وتقول أنا فلانة بنت فلان الفلاني حياكم الله فيه حضانة كذا وهذه لمستها ورأيتها يعني فهناك مجموعة وهذا أنا أعزي هذا الأمر أيضا للأهل الأم كلما علمت طفلها أن أنت تكون جارية وأنت تتكلم بذوق وتتكلم بلطف وكذا يعني وكلما يكون الطفل واثق في نفسه كلما تكون الأم يعني غرصة الثقة في نفسه يستطيع أن يتحدث يعني أكيد فيه تفاوث ما بين الأطفال في مرحلة الحضانة يتفاوتون يعني ممكن الطفل يي في بداية العام الدراسي في خجل لكن ينطلق بعد فترة خجل ممكن يبكي وممكن بكاء يعني يستمر أسبوع أسبوعين ممكن الأطفال يهدون ويطفل يديد يبكي والبقية يبكون معه ولكن هذا هاي المرحلة وقتية فقط تكون في الشهر الأول بعد ذلك خلاص يستتب الوضع حتى ممكن بعض الأطفال يعني ممكن الأمم صدق الطفل يتشارك ويتحدث ويكون كثير الكلام في الحضانة ولكن في البيت يبادر أيضا في المشاركة صحي نعم استمتع جدا بهذا اللقاء كل توفيق لكم في الفعاليات وكل عام وكل عام وخير مرة أخرى إذن نشكر أستاذ مريم جابر الشامس ومدير إيدات الطفولة المبكرة استمتع جدا بهذا الحوار ويعطيك العافل نراك فيها الله يبارك فيك ترجمة نانسي قنقر